سلام نكملوا مع قوانين الكون وصلنا للقانون الرابع القانون الرابع هو قانون القطبية هو قانون متغير وش يقول هيد القانون؟ يقول باللي كل شي عنده قطبين كل شي مزدوج كل شي عنده طرفين الشي المتشابه والمختلف عندهم نفس التفسير القطبين يكون ديما عندهم نفس الطبيعة وش يا؟ الدرجات فقط انت على القطبين هيدو تكون مختلفة كل طرفان يلتقيان يعني كل الحقائق ليست إلا أنصاف حقائق يمكن لكل متناقضات أنها تتصالح وهذا هو أول القوانين الكونية وأول سر من أسرار الكون المتغيرة يعني اللي يمكننا تجاوزها وتغييرها عكس القوانين الثلاثة الأولى اللي حكيت عليهم من قبل هما قوانين ثابتة هيدو قوانين متغيرة يعني أنه بهذه القانونة قانون القطبين أنه كما قلنا كين طرفان لكل شيء الأشياء اللي تبدو في الواقع متناقضة هي في حقيقة الأمر طرفان لديد الأمر للأمر نفسه على سبيل المثال الحب والكراهية يقدر يكونوا شيئان بالنسبة للنظرة الأولى يقدر يكونوا شيئان مختلفان وفي الحقيقة في الواقع الأمر هما مشاعر يعني هما طرفان أو درجتين مختلفتين للمشاعر الأحسيسة الحرارة والبرودة يعني يبينوا في أول الأمر في بدء الأمر يبينوا نقيضين لكن في الحقيقة هما درجتين لنفس الشيء يعني لشيء متغير الطقس نفس الشيء بالنسبة للحياة الموت بداية والنهاية الحب والكراهية طرفان لنفس الشيء الحب كما نقوله لأين رجوع لأباسيون وفعث في بعض الحالات الإنسان من كثر محب إنسان يوقع في الكراهية كيفاش نقولكم كذلك النجاح النجاح والفشل هما طرفين لنفس الشيء النجاح يقدر يؤدي بيك للفشل والفشل يقدر يؤدي بيك للنجاح قديش من إنسان من بعد سنوات فشل نجح قديش من إنسان من بعد سنوات نجاح وشهرة وأضواء وكل شيء يلقى نفسه في الحديد يلقى نفسه سقط أسفل السافلين في بخفة في رمشة عين الخير والشر هما قطبين يبينوا في بدء الأمر نقضين لكن كل شيء كل شيء عنده طرفين الطاقة والمادة النور والظلام يعني عن طريق هذا القانون قانون القطبين الإنسان بقدرته باستطاعته أنه يحول أفكاره من الكره إلى الحب من الخوف إلى الشجاعة كيفاش هذا يصير عن طريق رفع الذبذبات بطريقة واعية وشعورية كذلك نقدره علش نقوله أنه قانون القطبية هو قانون أو مبدأ متغير لأنه نقدره نعدل فيه نقدره نجاوزه ونقدره نرتفعه فوق هذا القانون القطبية يمكن لمبدأ الإزدواجية هذا أنه يبدو في الواقع يبدو واقعيا جدا في حياتنا لكنه ما ينجحش إلا في المجالات البذانية والفكرية هو قانون ما ينجحش في المجال الروحي حيث كل شيء واحد وكيف من خلال الإنسان أنه يركز على الإيجابية يركز على السلم يركز على الحب على طاقات الخير والمشاعر مشاعر الحب والسلم والأمان وكل شيء هكذا يقدر ولو أنه يكون فيه أمر واقع فيه موقف أو صير له مشكل أو موقف سلبي ورغم السلبية اللي راه هو عايش فيها يحاول يرفع ذبذباته بتركيزه على الأشياء الإيجابية ومع الوقت رايح يرتفع مع ارتفاع ذبذباته رايح يرتفع يرتفع ما فوق قانون القطبية السر الأكبر اللي كاين في هاد القوانين كاملة تاع الكون هو رفع الذبذبات الذبذبات اللي تتحكم في الكون وتتحكم في الواقع اللي يجل نتلقعكم في البودكاست الجاي بيش نحكيه على القانون أو الصر الخامس من أسرار الكون السلام